السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة زوم علوم الطبيعة والحياة الثالثة متوسط. كيف حالكم? الحمد لله. شوفوا المرة الجاية نتأخر شوية لانه شوف وانا نطيحه سوى سوى مع ادان المغرب. نتأخره مور المغرب. باش ما ندخلوش بعد نحبسه الحصة ونروحه ونعوده نولو. تفقنا? نعم نرجوها على الستة وعشرة. نرجوها على الستة وعشرة نصلوه للمغرب وندخلو نقرأه. وبعد كيف بده يتقدم المغرب بيولي اونس ولا. وبعد خلاص نعودو على الستة عادي ندو نقرأه نص ساعة هاديك نكملو الفكرة الاولى. وللتمارين الاول يبدو نحلو فيه نخرجو نصلو خمس دقائق ونعودو نرجعو. نعم حاك داخل. بون هاد الملخص خدمتو هاد الأسبوع حطيته لكم في الكلاسرون. نرجعو عليه من البداية الى النهاية. نرجعو عليه. عاوليك ومازلني مستمرة في اعداد ملخص بهذا الشكل بهذه الطريقة. معناها هذا تقدروا تراجعوا منه ليلة الفرد وليلة الاختبار. تقدروا تراجعوا منه. لكن نازم تعتمدوا على الكراس تاكم. اكوا فاهمين الكراس ثم الكراس. لا غنى في الكراس عن الكراس. نعم صحيح صارة. هاوليك. السيسمو غراف هو كل الجهاز. كامل الجهاز. السيسمو غراف هو التسجيل الزلزالي. اللي هو هذا. التسجيل الزلزالي اللي راه هذا هذا. 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 السيسمو غرام بالميم. تافقنا. نروح ونصدلو. ونعودو نرجع. نديركم مراجعة. شوفو شنح نديرو. نديرو مراجعة من بداية الدروس الى نهايتها. منا اخر حاجة درناها كان حول اسباب الزلزال. هادي اخر حاجة درناها مع بعض. اخر حاجة درناها مع بعض اسباب الزلزال. نراجع من الول والاخر. ثم. نفونسي وشوية. اللي هو. ما باش ولا درتو ولا ما درتوش. هذا ايضا له ملخص تاي. لكن هاد الملخص. معضر التحدي. وبالتالي ما نقدش ننشره. درتو هذا ولا ما درتوش. نشط الظهرات. وبين شواه الدل على زحزحات القارات. درتوه ولا ما زال. نزال. 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 ريتاج قاتلي درناه. درناه اسلام قال لي. لانك بلس كدرتوه. نا انا في نفس المقطع. في الديناميكية الداخلية الكورة الارضية. بلس كينلي داروه. نديروه. اصلا مش حيدي من عمدنا. مش حيدي خمس دقائق. عشر دقائق ماكسيموم. نفونسيو فيها. نشرحه لكم. وبعد نروح نحلو نموذج فرد مقترح. نديروه فقط. هادي ابرز العلاقة. بينا. هتشوفو. نديروه هادي فقط. الشواهد البيولوجية والجيولوجية. وهادي هي. جغرافية. نبدو نفونسيو فيها. نعم ساهل ساهل. بززاف ساهل. صح. نروح نصليو المغرب ونعودو نرجعو. فكروني ندير برك التسجيل لانو رح نحبسو. اوكي. سوستند. سوستند. في الحصة اليوم إن شاء الله رايحين نراجعو من بداية الدروس حتى أسباب الزلزال. مع هاد الملخص تلقاوا الرابط تتاعو تقدروا تحمله لما شافوش. يلا دعو على بركة الله. الديناميكية الداخلية للكرة الأرضية. ماذا نعني بالديناميكية الداخلية للكرة الأرضية؟ الكرة الأرضية تاعي فيها داخل الكرة الأرضية يوجد نشاط. يقولو كالكا كالكا كي ديناميك. مع أنت هك حيوي. لونك كينا نشاط داخل الكرة الأرضية رايحين نتعرف عليه في هاد الدروس. دقيقة نفتح. كلكم في الكالاريس تاعكم عندكم تعريف الزلزال. تحفظوا التعريف من الكراس تاعكم حتى ولو كان يشبه شوية لتاعي لكن تحفظوا من الكراس تاعكم. ما هو الزلزال؟ الزلزال هو عبارة عن ظاهرة طبيعية. تظهر تتجلى على سطح الأرض من خلال تغيرات تشوهات في القشرة الأرضية. تتميز هذه الزاهرة كي نقولوا تشوهات في القشرة الأرضية كما راكم تشوفوا له هنا يا الطيات هذه مثلا. عفوا الفوالق هذه. تتميز هذه الزاهرة بهزات أرضية مفاجئة ما نكونونش نسنوا فيها فجأة تحدث. سريعة بضعة ثواني. يمكن أن تكون قوية في بعض الأحيان تلحق للتسعة على سلم رشتر. في بعض الأحيان تكون ضعيفة حتى منحسوش بها. وغالبا ما تتبعها هزات ارتدادية. وكنا شرحنا الهزات الارتدادية اللي هي تلك الصخور تبدأ تتموضع في مكانها الجديد. وبالتالي ينتج عن تموضعها الجديد هزات أخرى ثانوية نسموها هزات ارتدادية. ثم عدنا اللي هنا يا خصائص الزلزال. خصائص الزلزال ممكن جدا يطيق يجيكم في تمرين يقول لك عرف الشدة عرف المركز السطحي عرف المقدار عرف البؤرة. هذا ممكن جدا يطيح لكم ممكن. تقريبا تسعين بالمئة خمسة وتسعين بالمئة عندها نسبة كبيرة أنها تطيح. أو ممكن يعطوكم فقرة في تلك الفقرة يعطوكم الزلزال زموري زلزال صنام زلزال تركيا. ويطلبوا منكم استخراج الخصائص تأذلك الزلزال وتحطوها في جدول مثلا. معناها هذا الدرس هذا تأخص الزلزال يقدر يجي على عدة صيفات. نبدأ بالبؤرة. ما هي البؤرة؟ البؤرة أو ما يسمى بالمركز الباطني وهي النقطة التي انتشرت منها الأمواج الزلزالية وتكون على امتداد شاقولي من المركز السطحي. طيب ما هو المركز السطحي؟ المركز السطحي هو أول منطقة على سطح الأرض تصل إليها الأمواج الزلزالية. ها هي مثلا كنتشوفوا هنا في الصورة هذا هو المركز السطحي شوفوا بلي هو أول منطقة وصلت إليها الأمواج الزلزالية. وتكون شدة الخسائر بما أنها أول منطقة معناها القوة قوة الزلزالية لتمرخ بط أول مرة. ثم رح تكون الخسائر شديدة. صحة؟ مجتاني مجتاني؟ تكون فيها شدة الخسائر أكبر وتكون هي أو المركز السطحي هو المنطقة الأكثر تضررا. يمكن تحديد المركز السطحي بخريطة منحنيات متساوية الشدة دوكن شوفوها حيث يمثل المنحنى المركزي في الخريطة هو المركز السطحي. ها هو هنا. هذا المنحنى المركزي اللي ركن تشوفو فيه هنا المنحنى المركزي هذا هنا لدينا المركز السطحي. هذو منحنيات متساوية الشدة والمنحنى اللي يجي في المركز اللي يجي في الوسط هو اللي يمثل المركز السطحي. بزاف تلاميذ يخلطوا ما بين الشدة والمقدار. الشدة هي كمية الخسائر والأضرار الناجمة عن هذا الزلزال. هي تكون متابعينة يعني مختلفة من ممكن تكون ضعيفة بيحسلهاش الإنسان يعني وممكن إلى أن تكون قوية تؤدي إلى ضمار شدة الزلزال. تقاس بجهاز ميركالي درجات سلمه حتى 12 درجة من 1 إلى 12 درجة. بينما المقدار المقدار هو القوة قوة الزلزال التعنى هو كمية الطاقة المتحررة على لأنه حناية الطبقات التعنى الطبقات التعنى رهي تتعرض إلى قوة ضغط كبيرة. وبالتالي تتجمع وحد القوة تبدأ تتجمع في هذه الطبقات تتجمع 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 ثم تتحرر هذه القوة مسببة الزلزال. أدوك نشوفوك نلحقوه إلى أسباب الزلزال. إذن المقدار ما هو؟ هو قوة الزلزال. لانبليتود. سنوات دقيقة. كيف يقولوا يا ربي؟ لانبليتود أعتقد باللغة الفرنسية. قوة الزلزال أي كمية الطاقة المتحررة من باطن الأرض يقاس بسلم ريشتر. سلم ريشتر عنده حتى 9. من 1 إلى 9. ومن 0 إلى 9. ثم لدينا المدة. المدة هي الوقت الذي يستغرقه الزلزال ويقدر بالثانية. معناها بضعة ثواني. هذه هي بعض الأساتدة زادوا الهزات الارتدادية في خصائص الزلزال. وكاين ما زادوهمش. معناها أنت في الكرة ستاعك إذا عندك هزات ارتدادية كخصائص الزلزال. إذا طلبت منك خصائص زيدها. ما عندك شو الكرة ستاعك ما تزيدها. اشتقيد. تفقنا؟ صحة. وهذا هو منحنايات متساوية الشدة. ممكن جدا يجيني تمرين يعطيوني فيه جدول. فيه المدن. فيه المدن. المدينة. مجموعة من المدن. والشدة تحها. وش قلنا الشدة؟ الشدة هي مقدار الخسائر. أو الخسائر الناتجة عن ذلك الزلزال. هنا عدنا المدن. ويعطي لكم مثلا جزائر العاصي الماتيزي والزوء البوليدا. هذو مثلا نمدلهم نفس الشدة. قال شدة حم سبعة مثلا ثمانية تسعة. أو مع البدن. شعطي لكم المهمة يطي لكم شدة معيانة. ومن بعد ذلك يمدلكم مدن أخرى عندهم نفس الشدة. انتم ما واش تديروا؟ تروحوا تعينوا. مثلا الجزائر بوليدا تيزي والزوء نربطهم مع بعض. لأنه عندهم نفس الشدة. من هنا جاءت التسمية متساوية الشدة. متساوية الشدة معناها المدن اللي عندها نفس الشدة. كامل سبعة كامل ثمانية. نربط بيناتهم هذوك المدن. ونبدأ نخدم منحانيات. أنا خرجت منحانة الأول. أنا خرجت منحانة الثاني. أنا خرجت منحانة الثالث. نبدأ نتقرب لمركز المنحانيات هذي. يعني ندلنا ندلنا حتى نلقى المنحانة المركزي. هذا المنحانة المركزي هو المركز السطحي. يعني نخدم بالشدات. صح. كذلك عندنا حاجة أخرى واللي هي اللي لازم تكونوا تعرفوها. هذه الواثيقة. لازم تحفظوا مكونات الجهاز السيسموغراف تعكم. لازم. أو المسجل الزلزالي. لازم تكونوا تحفظين البيانات. ممكن جداً في 80 ما يجيكم شكة. يجيكم أرقام يقول لك سمي البيانات المرقمة. هذا واحد تنين تلاتة أربعة خمسة. يقول لك سمي البيانات المرقمة تسمون البيانات المرقمة. قال هذا واحد هو النابط. تنين هو الثقل. ثلاثة القاعدة. أربعة قلم. خمسة أسطوانة التسجيل. وبدون ما ننسى العنوان تعالي واثيقة تعي. ممكن يجيكم في التمرين الأول. في التمرين الأول يجيكم واثيقة. يقول لك سمي البيانات المرقمة. مع وضع عنوان مناسب للواثيقة. تروحوا تسميوا البيانات وتحطوا العنوان المناسب للواثيقة. صحة. وبعد ذلك تشوفوا هذه الأسطوانة هذه. هذه الأسطوانة. هذه رح نحلها هنا. ها هنا. هذا نسموه التسجيل الزلزالي. هذه الخربشة هذه. خربشة هذه القلم. ما هي إلا الموجات الزلزالية. تعالي الزلزالة تعي. ما هي المعلومات اللي نقدر أن نقول لكم خربشة. ولكن هي ماليئة ماليئة بالمعلومات. هي المعلومات التي يمكن أن استخرجها من التسجيل الزلزالي. ممكن نعرف مقدار الزلزال. أنا خلاص. وكاني عرفت. وش معنتها مقدار الزلزال. من سعة الموجة تعي. معنتها. شوفوا. هذه اسموها سعة الموجة. كنا نعرف نكتبها لكم هكذا عما. سمونا حنها هكذا يا. طول التحة يعني. صح القول. هذا اسموه سعة الموجة. سعة الموجة. صح. كتكون سعة الموجة كبيرة. معنتها المسافة ما بين القمة الفوقانية والقمة التحتانية. كتكون كبيرة. معنتها الزلزال تعيره وعنيف. كتكون شوية برك هكذا يا. كتتسجليها كصغيرة. ما بين القمة الفوقانية والقمة التحتانية. هذه اسموها السعة. كتكون شوية برك هكما معنتها الزلزال تعيره ضعيف. نكنا قدر نجيبه مثلا في هذا التسجيل. أن نشوف السعة كبيرة. لحظه. إذن هنا الزلزال تعيره وعنيف. أكي. هنا مثلا شوية كنقارنها صغيرة. إذن هذا الزلزال أقوى من هذا الزلزال. مثلا من حيث المقدار. نعرف مقدار الزلزال. نقدر نعرف المدة. لأنه هنا بدلالة الزمن. كي يخطوه لهذا في منحانة. هيكون بدلالة الزمن. نعرف مدة الزلزال. نقدر نحسب البؤران جاية. ونقدر نعرف المركز السطحي. لأنه نقدر نحسب المسافة بين المحطة وموقع الزلزال. كي يجيني سؤال يقول لك ما هي المعلومات التي يوفرها التسجيل الزلزالي. تقولوا هذا النقاط. تفقنا؟ صح. خلاصا عرفنا وشنه هو الزلزال. عرفنا وشنهما الخصائص التاع. عرفنا الآن نروح وشوفوا المناطق اللي تحدث فيها هذا الزلزال. هل كل مناطق الكرة الأرضية يحدث فيها زلزال؟ لا لا. وجود الزلزال أو توزع الزلزال ليس عشوائي. ليس عشوائي. نبس بقوا الآن قبل في منطقة شمال إفريقيا. ثم نروحوا إلى في العالم. نروحوا قبل عندنا حناية وبعد نروحوا في العالم. نحن كي شفنا في الخريطة تعنا ورأي موجودة في الكتاب المدرسي أيضا. شفنا درنا مقارنة أو نقدر نقوله در طابقنا ما بين طابقنا. معناتها مطابقة. شفنا وين جايين الجبال وشفنا وين توزع الزلازل. لقينا باللي كايين علاقة بينهما. لقينا باللي وين كايين الزلازل. السلاسل الجبالية. في شمال إفريقيا. التملي كايين الزلازل. تبعنا تبعنا تبعنا. لقيناها منا من تونس. قابس في تونس. إلى أغادير في المغرب الأقصى. مرورا بالغواض. قابس نرمزولها بالزينيسيال. معناتها أول حرف من أسم المدينة هذه. قابس دب جي. لغوات بالأل. وآغادير بالأ. كان يحب يقولها الجي. أل جي. لكن هي جي أل أ. هو خط الجي أل أ. أوكي. خط الجي أل أ. دونك توزع الزلازل في شمال إفريقيا. يكون موازيا تماما. مع توزع سلاسل. سلاسل جبال الأطلس. هذول اللي كنت شوفوا فيهم هنا يا. جبال الأطلس. هنا في الوثيقة. سلاسل تشوفوا فيهم هنا في الوثيقة. جبال الأطلس. ومن هنا استنتج أن هناك علاقة ارتباطية. كيف Welby. علاقة مرتبط. وجود الزلازل. مرتبط. بوجود الجبال. اتفقنا. بين وجود الجبال. وحدوث الزلازل. إذن ما علاقة وجود الجبال بحدوث الزلازل؟ هي علاقة ارتباطية مرتبطين. حاليا ما نقدرش نقوله علاش مرتبطيني انه مازال ما افنسيناش ما تقدمناش في الدروس لكن من بعد ان شاء الله كيشوفوا بلي الجبال متكونة من طيات ومن فوالق وبعد نعرفوا بلي الزلازل سببها حدوث ذلك الفالق تم تعرفوا بلي وجود الجبال عنده علاقة بالزلازل اللي وجود الفوالق على مستوى الجبال فهمنا صح وانت عندها علاقة بالصفة احكين اللي حقول الصفة احنا نزيده نمده التفسيرات اكتر تقع منطقة شمال افريقيا المتعرضة للزلازل على مستوى القسم الشمالي للاطلس على امتداد خط الجي ال ا جيني سؤال يقولي وش يسموه هذا الخط نقوله يسموه جي ال ا يربط الحدود التونسية لحظوا قابس وين جايا جايا في الحدود التونسية من هاد الجيال حدود التونسية من الحدود التونسية بالسحل الغربي للمملكة المغربية ها يربط لي هاد الحدود بهاد الحدود مرورا باللغوات بالجزائر وبالتالي تعتبر المناطق الجبالية لشمال افريقيا منطقة زلزالية كي جيني سؤال يقولي لماذا تعتبر المناطق الجبالية لشمال افريقيا منطقة زلزالية وش نقول نقول لوجود ولا نقوله مثلا لوجودها على مستوى القسم الشمالي الاطلسي على امتداد خط الجيال ا تتذكروا هذا الجيال ا الذي يربط الحدود التونسية بالساحل الغربي مرورا بالغوات فقط هذه هي كان شوفوا لما درتوهاش ما تراجعوهاش ليدر هاي راجحها انا بنتي تاريثة متوسط درتهم في زوج دونك شوفوا انتما وش درتو تافقنا صح ثم نروحوا الان في العالم وبين مناطق حدوث الزلزال هنا نهضروا على هنا نهضرنا على الجيال ا في شمال افريقيا وهنا رايحين نهضروا على الحزام وش يسموه الزلزالي ممتاز الحزام الزلزالي او الحزام الناري ممكن قولوا ايضا الحزام الناري هاهو هنا هاهو هنا حزام زلزالية زلزاليا لا الحزام الزلزالي لو كتبته ناري ايا اقولها ايا اقولها ناري تتوزع الزلازل انه الحزام الناري في الباراكين ياك في الباراكين وبعد كنا نديروا هديك كنا ندخلوا في الظهارات إن شاء الله تشوفي بلكين باراكين تحت الماء تتوزع الزلازل في العالم في مناطق معينة حتى الزلازل في العالم مراهش متوزع عشوائيا معظمها في الحدود الفاصلة بين القارات لأنه بين القارات ونبعد نشوفها لاحقا كنقرأ الصفائح كن الحدود بين الصفائح لهذا أساسا نلقوها بين القارات مشكلة سلسلة تدعى بالأحزمة الزلزالية ومنها من بين هذه الأحزمة بين هذه السلاسل عندنا أستنى ومنها سلسلة تمتد من البحر الأبيض المتوسط من البحر الأبيض المتوسط وين تروح؟ تروح حتى منتصف آسيا هنا يعني في قارة آسيا منتصف آسيا مشكلة حزاما زلزاليا هذه الخطوط لكم تشوفوا فيهم هذه المكامل زلازل من البحر الأبيض المتوسط حتى منتصف آسيا كما نلاحظ في مناطق حدود الزلزال تواجد الجبال ها معودو اللولي هنا الجبال وين نلقى زلازل نلقى الجبال إذن تواجد الجبال ما يدل على وجود علاقة ارتباطية بين حدود الزلزال ووجود الجبال يعني الوثيقة في زوج بينولي أن وين عندي جبال رح يكون عندي زلزال ثم واش عندنا عندنا تشوهات القشرة الأرضية هنا نازل ناخده بعين الاعتبار أن الطبقات المشكلة للجبال الجبال فيها نوعان عندنا طيات الجبال متكونة من طيات ومتكونة من باش نبقعه دائما في التسلسل تعد دروس عليها دخلنا مباشرة إلى تشوهات القشرة الأرضية لأنه هاد الجبال اللي أنا نحضره عليهم هنا في وجود الجبال كي نازلازل ندخله الآن في تكوين الجبال تكوين الجبال تتكون طبقات الجبال من طيات وفوالق من طيات وفوالق الآن لازم نعرف هاد الطيات وهاد الفوالق كيف تنتج كيفاش حتى يولي عندي طيات وفوالق الانطلاقة شوفوا الحالة الطبيعية لطبقات الصخور هي هاد الحالة المتوازية هاد فوق هادا هاد فوق هادا كما راكم تشوفوا فيهم هنايا هاد الحالة الطبيعية معندها لو كان نشوف باللي الطبقات تأبقات كما هي نعرف بلي هاد المنطقة ما فيهاش نشاط وينلقى في بعض الأحيان تلقى طبقات محطوطين هاكدا ما زالهم في الحالة الطبيعية تحن ما زالهم هاكدا هنا في هاد الحالة نعرف بلي هاد المنطقة ما فيهاش نشاط ما فيهاش نشاط باطني يقدر يكون زلزال ولا هذا المهم لكن اذا شفت الطبقات التاعي تغيرت لهذا الشكل ولا لهذا الشكل ولا لهذا الشكل نعرف بتلك المنطقة فيها نشاط داخلي وهذا النشاط هو قيوة الانضغاب الضغط هادا منين يجي يجي هادا من حركة الصفائح كنا نلحقو للصفائح لتذكروها احنا نفهم خطوة خطوة صارة باش ما تتلف الناش لانه هنا الزلزال باش نلحق الى حدوث الزلزال كي نقوجة سلسلة كل الحلقات أطر لي على الحلقة اللي بعدها كل حلقات أطر لي على الحلقة اللي بعدها بتتفقنا حد الان حين نلحقو الى قيوة الانضغاق لحظة قيوة الانضغاق هذي لاك يا تشوفوا فيها بعدنا شوفوا منين المفضل تحتها منين جاتني قيوة الانضغاق انت حالياًizza فهميلي بارك باللي عندين قيوة الانضغاق تأثريلي على هادا الطبقات طبقة صتاع الصخور ثم ماذا يحدث تحدث تشوهات في القشة الأرضية إما تتشوها لشكل طيات والطي عدنا نوعان اللي يكون عندها الحدبة تحكي تكون من الفق نسموها محدبة كي تكون من التحت نسموها مقعرة أو ممكن هذا الانضغاط يسبب وجود فالق كما راكوا تشوفوه هنا في هذا الواثيقة هذا فالق لاحظوا بالفالق ما هو هو يصرى لي انكثار هذا شو تكسرت طبقة هدية تكسرت كي تكسرت ولو عندي زوج ضفات الضفة الأولى هادي الضفة الثانية هادي أو نقلبهم هادي أولى وهادي الثانية ميها مش ترقيم مهم يكونوا عندي زوج هذا الزوج الضفات الآن راح تصرى لهم إيزاحة شو معنتها إيزاحة يا أستاذة؟ معنتها حركة راح تتحرك كيف ها تتحرك؟ إما هادي تتحرك للتحت وهادي تتحرك وحدها إما إحداهما إما كليهما وحدها فيهم راح تزغط ولا في زوش فيهم يزغدوا بالتالي هنا كوالأرضية حيولي فيها لأرث تبني تزغط وحدها وحدها وهذا شو هيسبب لي الزلزال هذا الفالق وهذا الإيزاحة هي اللي يحضر لي الزلزال ومعناها اللي هنا يا العنصر المنطقي اللي حنا هضروا عليه هو آلية تشكل الفالق كيف حتى تشكل لي الفالق لكن قبل هذا لازم تعرفوا بللي طبيعة الصخور هي اللي تتحكم يا نفس الميكانيزم يعني نفس الحاجة تصرى قواء انضيغات على طبقات الصخور لكن طبيعة هذا الطبقة إذا كانت طبيعتها ليينة راح نطويها ما قش نكسرها حاجة كتكون ليينة مثلا عاجينا ولا نقدر نكسر عاجينا ما نكترش ما نقدرش لكن نقدر نكسر حطبة قاسية نقدر نعم صحيح ما كانش غيزوج أنواع أكيد ويصال ما كانش غيزوج أنواع كان عدة أنواع خطش ما عندناش لأن قوى الانضيغات تمارس بالطريقة مختلفة ممكن قوى الانضيغات جيني من جهة واحدة ما شي شرط من جهتين ممكن من جهة واحدة ممكن من جهتين ممكن قوى الانضيغات تجي من هذه الجهة من التحت عندنا عدة اتجاهات تقوى الانضيغات وبالتالي حيكون عندنا عدة أنواع ميناء الطيات لكنتم في البرنامج اشتعكم قيتوا طيّة محدبة طيّة مقعرة كينا طيّة ملتاوية أيضا كأننا عندنا عدة طيّات تفقنا لكنتم تقيدوا بالبرنامج اشتعكم صاحة قلنا إسراء هنا على حساب طبيعة الصخور إذا كانت الصخور لينة ستعطيني طيّة وإذا كانت الصخور تاعي صلبة قاسية ستعطيني فالق ماشي دايما هنا قلنا إصطلاحان هندلوها من الجهتين قوى الانضيغات هندلوها من الجهتين لكن في الحقيقة في الحقيقة في الجيولوجيا في علم الأرض بعض القوى تجي من جهة واحدة ممكن ماشيها بالإتيجة ممكن من التحت لكنتم تقيدوا بالبرنامج اشتعكم داولكم من الجهتين انتم تطلبوا منكم ترسموا وثيقة رسم تخطيطي للآلية ترسموا بهذا الشكل من الجهتين صح الآن نرح نشوفوا آلية تشكل الفالق يمر تشكل الفالق بأربع مراحل مرحلة الأولى وين تكون الطبقة التاعية متموضعة بهذا الشكل المتوازي هدي فق هادي لحظه بدون تشوهات ثم حيكون عندنا هنا لحظه قوى الانضيغات نخضع الصخور في العمق لقوى الانضيغات ناتجة عن حركات تقارب أو تباعد بعد نشوفو هذه حركة تقارب وتباعد هي تحصفائح نحطوها لكم اللي هنا باش يوجدوكم انه قريب نلحقو الى درس الصفائح والصفائح هذه لتتحرك بالتقارب أو بالتباعد دونك عندنا قوى الانضيغات قوى الانضيغات هذه تجي من حركة تقارب أو تباعد تحصفائح بعد نشوفوها لاحقا تسبب تشوهات تؤدي هذه القوى لتكدس الطاقة في هذه الصخور معنى الآن راهي تمارس قوى الانضيغات والطاقة راهي تتجمع هنا ماذا ما حدثش الفالة راهي كما واحد مثلا يكون قاعد لبس به في امان الله ويجي واحد يبدأ يضغط عليه في الول يسكت يسكت لكن القوى هاديك راهي تتجمع فيه تعالغضب هاديك تعالليناغ هاديك تتجمع فيه نعم نحطه لكم بديا في هذا الملف من اعدادي هذا الملخص القوى هاديك تعالغضب هاديك راهي تتجمع تتجمع فيه تتجمع فيه ومبعد يترتق ومبعد ينفجر نفس الشي هنا الكرة الارضية او الصخور هادي راهي تخضع لضغط ضغط ضغط وهي راهي الداخلة راهي تغلي هاديك راهي تتجمع الطاقة هاديك تتجمع 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 وبعد المرحلة الثانية تنكسر الصخور في العمق على مستوى فالق فتنشأ موجات زلزالية على مستوى البؤراء هنا يبدأ يخرج للموجات الزلزالية هاهم هنا الموجات الزلزالية في ثالثا تنتشر الموجات الزلزالية في جميع الاتجاهات في جميع الاتجاهات انطلاقا من البؤراء فتشوه الصخور التي تختارقها دركنتوم هنا البؤراء تعكم انطلاقت منها من هذه النقطة شوفوا هذه هي البؤراء يتكسر هنا بالصح هذه الموجات الزلزالية رهيتمشي في العمق رهيتخترق الصخور وتكسرها في طريقها الصخور رهيتتكسر في طريقها مفهوم ويصر هذا الفالق المرحلة الاخيرة هنا تبلغ الموجات الزلزالية سطح الأرض فتسبب هزات أرضية وبالتالي خسائر أكثرها على الامتداد الشاقولي للبؤراء هنا مثلا امتداد الشاقولي للبؤراء أي في المركز السطحي هذا مراحل ممكن يجيكم في تمرين يقول لك حتى أعطيني مراحل حدود الزلزال أو ممكن يقول لك نص علمي لما لا يقول لك تحدث عن مراحل تشكل الفالق في نص في فقرة علمية أسباب الزلزال الآن ما هي الآن أسباب الزلزال كيف حتى يحدث الزلزال الزلزال يعود الزلزال يعود حدوث الزلزال لحدوث انكسار مباغث أصلا احنا يخي قلناها في تعريف الزلزال انكسار مباغث لسخور القشرة الأرضية هاملك سخور القشرة الأرضية يصر لانكسار مباغث مفاجئ على مستوى فالق يمثل إيزاحة فوجائية كما قلت لكم قبل قليل نعم فوجائية لقسمين صخريين واحد بالنسبة للآخر يزغدوا هذك الضفتين هذه الضفة وهذه الضفة صلاة إيزاحة يا إما هذا يحبط يا إما هذا يطلع يا إما في زوج وحد يحبط وحد يطلع اتفقنا؟ أو واحد ربما يدلنا يمين على مستوى على نفس المستوى يزغد المهم كان إيزاحة يعود هذا الانكسار الانكسار أنا أخبر عليه من ينجا كيف احتحدت الانكسار بسبب قوى انضغاط مسلطة باستمرار على الصخور فتتشوه وتنكسر على مستوى البؤرة اتفقنا؟ هذا هو كجيني سؤال ما هي أسباب الزلزال؟ هذا هو هدية الإجابة اتفقنا وهذا ما كان وقد نكونوا كمننا المراجعة من بداية الدرس إلى نهاية الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر